السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا يا وشفاعنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يا صباح الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين لنجا لاشين إن شاء الله النهاردة جيالك بوصفة حلوة جدا وجميلة ومفيدة إزاي تقدر تصنعي صابونة زيت الزتون بنفسك في البيت عايزة أقولك جايبالك أسهل وأسرع وأبسط طريقة تقدر تعملي بها الصابونة دي بجد صابونة تحفة جدا وفايدتها جميلة قوي إن شاء الله جايبالك المقدير كمان بالكوباية وبدون أي إضافات ولا تعقدات وكمان مش هنعملها بأولي بسيليكون ولا أي حاجة يعني طريقة أبسط من البساطة بس بقى ملحوظة مهمة جدا لازمة تتابع الفيديو كويس قوي عشان في بعض النصائح والخطوات لازمة تعرفيها وحنا منصنع الصابون يلا بقى كده شجعينا بلايك للفيديو واشترك في قناة لو أول مرة تشوفيني ويلا بينا نبتدي على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم وطالما هنصنع الصابون يبقى لازمة ناخد الوقاية الوقاية ألبس الجواندي في إيدي كده والبس الكمامة طالما هنصنع الصابون وفي أي طبق بلاستيك أو جردل بلاستيك وهبدأ أصب كده كباية من البطاس البطاس ده متوفر جدا عند أي منظفات تقولون لنا عايزة بطاس أو صودة كوية بتاعت الكشور عشان لتصنيع الصابون تمام تمام كباية بالزبط اللي عايرت بيها البطاس أو الصودة الكوية هي نفس الكباية اللي هعاير بيها كبايتين من الميا ميا دي فترة على البطاس بالشكل ده وبمعلقة خشب كده وأقلب كويس جدا نصيحة أو ملحوظة مهمة جدا وإحنا بندوب البطاس أولا لازم يكون في مكان متهوي أو لو أنت هتعملي في المطبخ يبقى لازم تفتح الشباك والشفاط بس يا جماعة بالله عليكم لازم تبعيد الأطفال تماما في المرحلة دي خطر جدا لو عندك أطفال بيعيد الأطفال خالص أو مكان بيعيد خالص عن الأطفال لأن البطاس ده بناخد الوقاية بتاعتنا الجويند والكمامة البطاس بيطلع أبخرة وحاجات بتبقى غلق جدا على الجسم ولما البطاس يبرد تماما بالشكل ده أبدأ بقى دلوقتي إن أنا أجيب الزيت الزيتون معايا زيت الزيتون ده أي نوع زيت زيتون متوفر عند السوبر ماركت أو عند العطار أي حاجة أو أرخص نوع ما تجيب إش أغلى نوع ولا حاجة أي نوع رخص كده اشتغلي بيه بيش أقولك نوع غالي ولا حاجة كده خلاص البطاس معايا بعد ما بيرت تماما بنفس الكباية اللي عيرت بها البطاس وعيرت بها المياه هي نفس الكباية اللي هعير بها الزيت بالشكل ده وليه بقولك استني لما البطاس يبرد تماما عشان لو أنت اشتغلت على طول والبطاس سخنه بيطلع الأبخرة بتاحته الصابونة بتاحتك هتلاقي ريحتها وحشة جدا بيش هتلاقيها حلوة خالص ده كمان إحنا بنعمل تصنيع الصابون بالطريقة البردة دي غير خالص الطريقة اللي هي على السخن فالنهاردة لازم البطاس يبقى بارد علشان احنا بنعمله بالطريقة البردة فالبطاس لما بيرت خالص تماما رحت جايبها سبع كبايات من الزيت الزيتون واضفهم عليها بنفس الكباية وملحوظة مهمة جدا لازم تعرفيها وحش بنصنيع الصابون برضو البطاس يا جماعة ما ينفحش خالص خالص ندوبه في حاجة ألمونيوم ولا نحاس البطاس لازم أنا ما نجي نقلبه في حاجة بلاستيك زي كده جردل او طبق بلاستيك او استلس او ازاز الألمونيوم اللي نحاس لأ خالص ما ينفعش دي ملحوظة برضو مهمة جدا لازم تعرف فيها وحنا بنصنعه خلاص كده نضيفت سبع كبايات من الزيت الزيتون كده بنفس الكباية دي كده الوقتي انا هادف اي بقى احنا برضو بنعمله بغير اي اضافات خالص ودي الكباية اهي المعيار ده بالكباية عما فيش جرامات برضو عشان نسهل على حبيبنا صناعات الصابون بنفس الكباية دي دفت عليها معلقة ملح كبيرة من معلقة الطعام دفت معلقة كبيرة من الملح على معلقتين من السكر على ثلاث معلق من الدقيق يبقى كده ثلاث معلق دقيق على معلقتين من السكر على معلقة ملح واقلبهم بشوية مية صغيرين قوي اقلبهم كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص دلوقتي بقى الوقتي احنا هنقلب الصابون لو عندك مضرب يدوي كده كده تمام جدا شغال لو ما عندك يش من معلقة الخشب وقلبه بس المعلقة الخشب بتاخد منك وقت جدا يعني وقت كبير ومجهود لكن المضرب اليدوي او الهند برندر ده دوق بيصرح صراحا من الوقت والضرب يعني بينجس في الوقت كويس جدا وانا بقلب كده بالمضرب اليدوي انزل بقى بان انا قلبته السكر على دقيق على الملح كل دي حاجات يا جماعة اضافيات لتعزيز الصابونة لكن ممكن استغناء عنها خالص يعني ممكن ما نحطهاش بس هي مجرد تعزيز للصابونة وكمان ايتي ما كلفتاش حاجة كلها حاجات من المطبخ احنا ضفناه شوية ملح على شوية سكر على شوية دقيق بس وكلها حاجات من المطبخ طب ليه السكر والملح يا جماعة بنضيفهم السكر والملح لما بضيفهم السكر اولا بيعازز رغوة الصابونة والملح بيزاوب من الصلبة الصابونة فكلها حاجات حلوة جدا ومعززها للصابونة بس مفيدة وكمان بيش هتكلفك حاجة لان كلها من المطبخ ولازم ان اقلب كويس جدا التقليب هنا بياخد كده بالمضرب اليدوي يعني قولي تلت ساعة وخمس دقايق او تلت ساعة على حسب لما الصابون يجمد تحت المضرب كده بالشكل ده لازم ان يبقى القوام يتقل معايا طبعا المعلقة الخشب او الحاجات دي كلها او العصايا الخشب هيخد من دينا وقت طبعا مش متوفرة عندك خالص الاولي بالسيليكون بش مهم خالص انا الصندوق ده او الصاج ده موفراه للصابون اي بقى صندوق عندك كارتونة صندوق زي ده كده بحطي كيس بلاستيك وفرشوا كده على الصندوق او الصاج واصبي في الصابون هياخد معايا بصي يومين بالزبط كان بيسك معايا الصابونة هتبقى معايا كده بالشكل ده اعد عليهم يومين بالزبط دلوقتي كده هنهقطع بالعرض وبعد كده هقطعه بالطول علشان خاطر يديني شكل المربعات عايز اقولك ان الصابونة دي يعني فايدتها حلوة جدا طبعا احنا عارفين كلنا ان الزتون ده يعني مذكور في القرآن الكريم يعني فوايده كبيرة جدا لا تعد ولا تحصى فلما نعمل منها صابونة زي كده تبقى حاجة حلوة جدا وكمان من صناعة ايدك يعني دي حاجة ممتعة جدا وصابونة شايفة حلوة جدا على الجسم والبشرة بجد تحفة جدا صابونة بجد حلوة قوي لانها كمان من زيت الزتون يعني حاجة فايدتها رهيبة بجد وخطيرة وديكي شايفة الطريقة ولا اسل من كده ولا ابسط من كده عملتها لك كمان بالكباية بش بالجرام وكمان عملناها بدون اي اضافات ولا اوليب سيليكون وهيطلع معاك صابونة في منتهى الجمال والروعة ونصيحة بقى مهمة جدا ده الصابون ده عد عليه ومين ما ينفعش استخدم الصابونة على البشرة ولا الجسم اللي ما يعد عليه اربعين او خمسة واربعين يوم الملحوظة دي يا جماعة مهمة جدا الصابونة ما استخدمهاش اللي بعد اربعين يوم او خمسة واربعين يوم ولازم تسيب الصابون في مكان متوي عشان ينشف تماما والسلام عليكم